السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسيم من قناة سرشاجي ازايكم عامليني? اتمنى تكونوا بخير وبصحة وعافية. اه من ضمن التطبيقات اللي انت لازم تحطها على التليفون عندك في طبعا تطبيقات الاساسية طبعا اللي احنا بنستغناش عنها زي الفيسبوك زي الواتساب زي المسنجر وحاجات زي كده كتير. بس في تطبيقات ممكن الناس غفلانة عنها او بتخفل عنها وممكن تكون تساعدك كتير قوي 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 في حياتك وفي يعني وفي الحياة الشخصية يعني. زي مثلا ايه? رقم واحد مثلا تطبيق تطبيق ده من التطبيقات اللي انا بحبها وان انا بتعامل معها بقلي تلاتة او اربع سنين. تطبيق ده شكله عامل زي الامعة كده زي الامعة اللي بتحطي على الطريق بتاع المرور ده. فكرة ده ايه? ان هو بيشغل اي فيديو تتخيله اي صوت تتخيله. تخيل يعني الواقع عامل ازاي? بيشغل اي فيديو تتخيله باي صيغة ايا كانت. واي صوت ايا كان. الميزة دي مش موجودة في اغلبية الميزة او الفيديو بلاير الحاجات دي كلها. ده برنامج خفيف جدا وبرنامج سهل وبرنامج يعني هو موجود على جوجل بلاي موجود على ابل استواء على ابل استواء وموجود على ويندوز يعني بيتعامل مع بيتعامل على اللاب توبات انا بتحاول معها اللاب توب بقليه فترة جاء حوالي تلات او اربع سنين. فلما بنزل على اندرويد فبقيت هنزله. يعني حاول انك تنازل عشان شغل اي فيديو مش شغال عندك. لو انت عايز تخليه او ان انت تخليه ده البرنامج اللي على طول يعني اللي يشتغل على طول عندك فمن الافضل ما فيش مشكلة. انا بستخدم جوجل في يعني لو انا بسمع مثلا زي انا شيد او اغاني او حاجة زي كده. وبستخدم لو انا بتفرج على اي فيديو. وفعلا فعلا هو بشغل اي فيديو ايا كانت الصيغة بتاعه. رقم اتنين اللي هو يوتيوب بريميوم. يوتيوب بريميوم انا عملت عنه فيديو ويعني مش عايزة خليه لك يطلع لك في الحتة دي اللي هي اللي هو الكارد اللي بيطلع ده. لا انا عايزة انا احطي لك البرامج كلها تحت وانت حضرتك بتنزلها. صدقني اه فيديو يوتيوب بريميوم مستو الوحيدة. ده يوتيوب بريميوم ناس عرفت تستخلص منه كده تعمل زي تجربة اي تعمل زي برنامج منه او منه. وتنزله لك بكل مميزات بس بلاش. بكل مميزات بس بلاش. ده اللي هو ايه? ان انت حضرتك بتتفرج على الفيديوهات بدون اعلانات. الفيديو بدون اعلانات تماما. الفيديو ممكن تشغله اه في الخلفية برة. ممكن تشغل الفيديو كأنك بتسمع اغاني. وممكن تشغل الفيديو وانت قفل الموبايل. فدي من الامتيازات الجميلة جدا انت ممكن متشوفهش في في اليوتيوب العادي. في الميزة دي. يعني هي دي الميزة الوحيدة او يعني او الميزات المستين الواحدين. يعني انت بتشغل الفيديو بدون اعلانات وبتشغل الفيديو وانت قفل الموبايل في الخلفية تجيبه يمين تجيبه شمال. دي حلوة اليوتيوب بريميوم. اه رقم ثلاثة او اه اللعبة دي اللعبة دي وهذه لعبة قبل 2018 وحصلت على جائزة أفضل لعبة في 2018 في المغامرة هذه اللعبة بسيطة جداً هذه اللعبة عبارة عن واحد يتزلج الجليد ويقعد تشقلب ورسومات كده بسيطة لكن تخيل أنها حصلت على أفضل لعبة في العالم في 2018 وكمان نزلوا منها النسخ الجديدة إذا كذبت ألتوس أوديسي سيظهر لك كذا ونزلت كمان لأبي ستور وحاجات كده كده رقم أربعة شزام شزام لو أنت متعرفش بشيطة شزام شزام اللي هو وليكم مثلاً أنت يعدي مثلاً جنب دي جي أو مثلاً بتسمع أغنية معينة وأنت مش عارف اسمها فشزام ده وظيفته أنه هو بيجيب لك اسم الأغنية أنت بتدوس بمجرد ما بتدوس على كلمة شزام أو على كلمة على حرف الاس بيبتدي يسمع الأغنية يسمع الأغنية ويبتدي بعد كده يقول لك الأغنية دي اسمها كذا 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 وفي الأغنية مثلاً لا يكون الأسبانية أو الأغنية الأجنبية فبتبقى مثلاً وليكم نحن مش عارفين أسميهم ومش كل الأغنية عارفينها طبعاً نحن مثلاً ممكن بيعجبنا الإقاع ممكن بيعجبنا الكلام يعني الحاجات دي كلها بحيث الأغنية كلها متربطة ببعض فانت شزام انت مش عارف هو إيه يعني مش عارف الأغنية دي اسمها إيه ونفسك تجيب رقم خمسة وده أفضل تطبيق لي بالنسبة لي أنا بستخدمه بقالك حوالي خمس أو ست سنين جوجل ترانسليت أنا جوجل ترانسليت برضه عملت عنه فيديو بس برضه أنا ما بحبش أظهر لك في الكارد عشان أغلبية الناس ما بتحبش أن هي إيه تدوسها على الكارد في نص الفيديو أو بتعليب تظهر فوق دي كده تدوس عليها في نص الفيديو مش هتبقى حلوة يعني بحيثها بتشتتك لا لا أنت خليها زي ما هي انا سأسيب لك جوجل ترانسليت ده تحت جوجل ترانسليت ده فايدته إيه؟ فايدته أن أنت أي كلمة أنت مش عارفها ممكن لما تكتبها لو أنت بتعرف تكتبها بالإنجليش أو تنطاقها لو أنت عرف تنطاقها بالإنجليش وكمان من دمنا الميز الكويس أنت ممكن تنزل القموس العربي الإنجليزي أو العربي الفرنسي أو أي حاجة افلاين يعني هذا الممكن يشتغل ومن يشتغل افلاين بتنزل قموس باول قموس ومن يمكن والموبايل مقفول الانترنت لا يوجد لازم ساعتها ثاني حاجة في جوجل ترانسليت جوجل ترانسليت ممكن تشغل ممكن تترجم حاجات مثل لافتات من على المرور مثلا بمجرد ما بتدوس على حرف الكأة أو رمز الكاميرا وبتقرب الصورة وتقرب الكاميرا على اللافتة يبدأ يقول لك مثلا ستوب يعني اكف او مثلا ووك امشي جوجل ترانسليت بيدا طبعا من شركة جوجل كل شيء في تحديثات بصراحة بصراحة البرنامج ده جميل جدا والبرنامج ده يعني في الفيديو اللي انا عمله في الجوجل ترانسليت يعني كاتف في العنوان ده برنامج بيحافظ على لغتك الانجليزية من الضياع يعني انت حاول ان هو البرنامج ده يبقى معك على طول يعني انت اي تستخدمه على طول انا طاولت عليكم وانا كده اتكلمت في ست دقيق انا حاولت بس انا اقول لكم aėو یا برامج صدقوني او شاية تطبيقات التطبيقات بتبقى في الموبايلات والبرامج بتبقى في الكمبيوتر اه شوية التطبيقات او او انا حبيت بصراحة اقولها لكم عشان في نفس فعلا فعلا بتبقى اعايزة تستفيد وفعلا اا ان شاء الله تستفيد كثير شكرا جدا لكم وما تنساش تعمل لنا لايك اا انا اسم محمد تحسين من قناة سرشاجي انا مش بتكلم عن التطبيقات بس انا بتكلم عن فعات الايد بتكلم عن الرياضة بتكلم عن التخصيص بتكلم عن ال او بنتكلم عموما يعني الافكار بتيجي من عندكم طبعا بنتكلم عن الرياضة عن التخصيص عن العضلات عن كذا حاجة تاني فاتمنى لو ما عجبكش الفيديو ده تنزل تشوف الفيديوهات اللي تحت فشكرا جدا ليكم وكان معكم محمد تحسين من قناة الشرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة